معاناة مضاعفة يعيشها أهالي عشرات الأزقة القديمة في بغداد فبالإضافة إلى انعدام الخدمات في تلك الأزقة كغيرها من أحياء العاصمة فهي تعاني من الضيق بين جدرانها والذي يصل لأقل من نصف المتر منطقة الكسرة في جانب الرصافة إحدى المناطق التي تضيق أزقتها لدرجة أنها يصعب الدخول إليها والخروج منها يعني صعب الدخول بيها والخروج من عدها يعني أطبلك حاجة لازم على حياتين تعب ورد أطب بشي يعني هل سبا حيث من واحد توفى يعني أكثر من شخص هنا توفى ما نقدر نطب بالتابوت بالبطانية نطلع الميت أهالي منطقة الكسرة قالوا إن ضيق الأزقة في مناطقهم يمنعهم من نقل الأثاث أو المواد الغذائية لمنازلهم وفي الكثير من الأحيان يصعب نقل الحالات الإسعافية الغراض نطب بهم من السطوح يعني من بيت البيت من بيت البيت يعني حتى توصل عاطلة للحادي عما نجيبها غياب الدوري الحكومي كان واضحا من خلال تأكيد سكان المنطقة الكسرة على عدم توفير الجهات المعنية بأبسط أنواع الخدمات لهم كسرة من المناطق القديمة معدومة الخدمات من كل شيء هاك ستة شفيت ها بعد شوية أروح بها أهلاك الجريدية بعد شوية قمز ها شوف أطفالهم شنو ذنبهم هذول هذا عدة خمس أطفال غرفة وحدة ومجرها بثلاثمية وصاحب عائلة وعلى الرغم من الأهمية التاريخية والتراثية لهذه الأزقة إلا أن الحكومة أهملتها وتركت ساكنيها يعانون الأمرين من ضعف الخدمات وضيق الممرات لتبدو وكأنها قبور يعيش فيها أحياء